بغيت يختيشي وصفة ليتهنيك من الشيب اي ورا عندي لك الحل وصفة غادي تجر بها ما غاديش تصدقي النتيجة فعلا وصفة صحرية ومن اروع الوصفات في تغطية الشيب راح تحلفي على شعرك وش كانت في شي ضغبة اا بيضة يعني نهائيا حتى ولو كانت شعر ديالك كامل بيض انا تقلبي زغبة زغبة ما تلقيش شي ضغبة بيضة ما زال في شعر ديالك وصفة كتعطيها حل النتيجة يعني واحد المفعول من اول استعمال وغير من المطبخ ديالك يعني بلا اداب بلا تمارة وتوفري الفليسة ديالك في جيبك ديال الصباغة وكيف ما كتعرفو ان الصباغة راها كل اسبوخ خاصك تعاودي تتبغي شعر ديالك لان اضغيها كالطير بهذا الوصفة هذي اللي غنعطيكم اليومة وصفة غتخلي لكم ان الشعر دائما يبقى اللون دياله غامق ولو يعني يطلعونك لغاسين بيضين تعاوديها الشعر ديالكي ولي اللون دياله موحد وكتعطيه واحد اللون غزال 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 يعني واحد اللون اللي زوين بزاف ونتمنى انكم تجربوا هذي الوصفة وبزاف ديال التعليقات صراحة لي كيوصلوني على وصفة للشيب وقلت غادي نشاركها معاكم هذي الوصفة اللي جربتها را غترجع تشكرني عليها في التعلي وصفة ديال ورق الغار من اروع الوصفات وغادي نبدو على بركة الله تشوفوا معي المكونات طريقة تحضير مسنسونيش غير من واحد لايك احبابي الفيديو هكا باش يطلع التفاعل ويشوفوه ناس اخرين يكونوا محتاجين ان شاء الله لهذا الوصفة ويستفضوا منا وغادي نبدو على بركة الله كيف ما كتشوفوا معي عندنا اول مكوين لي هو ورق الغار ورق الغار خلاص را معروف يعني كيتباع موجود تتاخدوا منه واحد لكمية هكا نجو ما كيتشوفوا معي شكل وحد كيمية هنا بنسبة بنسبة الورق الغار عنده بزاف ديال فوائد بنسبة الشعر لا بنسبة يعني التطويل الشعر علاج تساقط عنده بزاف ديال الفوائد وهو يعني تيغطي لنا الشيب وتيقضي على الشعر لابيض خصوصا بها الطريقة هذي اللي هنعطيكم اليوم عندي هنا تاني مكوين كيف ما كتشوفوا معي اللي هو السالمية اولى المريمية اللي صراحة عنده واحد المفعول قوي انها يعني كتغير اللون ديال الشعر من الابيض اللون الاسود هذي المريمية معروفة راكم عارفين يعني كنتستعملوها في الاتاي هي متوفرة يعني كينا عند العطار يعني كتباع فيما مشي تلقاوها او لعند العشاب وكذلك را تتباع حتى خضراء يعني في الوقت ديالة كتكون كتباع خضراء اه بالنسبة للسالمية حتى هي كنديرو منها واحد الكيمية في واحد الكاثرونة كي ما كتشوفوا معايا ومن بعد غادي ناخدو اتاي حبوب ديال اتاي عادي كي ما كتشوفوا معايا غادي ناخدو ملعقة كبيرة بهذا الشكل كي ما كتشوفوا معايا في الفيديو اه هنا بالنسبة لهاد الوصفة يعني سهلة واي وحدة تقدر تستعملها والوقت اللي غادي تبغي تستعمليها يعني المكونات ديالها بساطة غير توفري هاد المكونات ديال ورق الغار وكذلك يعني السالمية او الملمية يكونوا عندك فاي وصفة سهلة وما ما تطلبش لك حتى واحد المجهود او لوحد الوقت غادي نضيفوا على هاد المكونات كي ما كتشوفوا معايا وحد الكاس كبير ديال الماء وغادي نديروهم فوق النار حتى يغلو لنا ويطلقوا لنا ذاك اللون ديالهم غيبال لكم بانهم طبخون زيان وطلقوا ذاك الكولور ديالهم يعني ذاك اللون ديالهم ومبعد عاد غادي ندوزوا تشوفوا معايا الطريقة ديال تحضير الوصفة غير خليكم معايا حسن اخر الفيديو لانا انا غنطيكم جوج طرق ديال الاستعمال طريقة اللي جاتكم سهلة وعجباتكم هي اللي غادي ان شاء الله اه ديروها هنا كي ما كتشوفوا معايا خليت هاد مكونات غلو مزيان وطبخو مزيان بعد ان نصفيوهم تعني ناخدو ذاك الماء ديالهم كي ما غادي تشوفوا معايا بباد شكل هذا كنصفيوهم مزيان خلاص دبا من اللي اه صفيتهم هاد هو المحلول اللي تحصلت عليه ديال هاد المكونات ما شاء الله شوفوا اللون دياله كيفاش تدير هاد المحلول غادي تستعملوه على جوج استعمالات يا اما غادي تستعملوه في بخاخ كيف ما غادي تشوفوه معايا وغا تبقوا ترشو على الشعر ديالكم بالنسبة للعيالات او للسيدات اللي ما عندهم مش الوقت يعني كتكون عندهم الخدمة ولا ما عندهم مش الوقت بزاف هدي طريقة يعني سهلة غا تبقى هاي الوقت اللي يكون عندك خاوي يعني مثالية او لك اتشقى يفطر ولا هادا مهم تكون يفطر ارا غادي ترشي هاد المحلول غادي تعمريه وتديري في التلاجة وتبقى الوقت اللي انتي مثالية غادي تنشطي شعرك مزيان وترشي هاد شعرك كامل وحتى يعني تعرفي بقى النارة ذاك المحلول يعني بصل لشعرك كامل يعني متخلي الشي بلايس ورشي مزيان وخلي شعرك حتى ينشف عاد جمعي يعني كتر الشي صباح وعشية يعني جوج مرات على الاقل جوج مرات يلا ما عندكش الوقت تديري مرة واحدة وغتديري واحد ليومين ما غا تغسلي الشعرك يعني يومين وصفة هادي بدون غسل واحد ليومين نهار الثالث كتغسلي الشعر ديالك را تلاحضي الفرقة تلاحضي بقى الشي بدا سيتغمق اللون دياله كما كتشوفوا معي البخاخ رهزوين وهد الوصفة ديروها حتى على الجلدة دي الراسكم لانها مفيدة جدا التساقط الشعر كذلك التطويل الشعر يعني ونمو الشعر يعني الكتافة من بعد ما غتديرو هاد الطريقة هادي هنعطيكم الطريقة التانية وانتو ما غتاخدو اللي جازكم سهلة اولا ديرهم بجوش يعني اللي كتكون غفطارو هادا ممكن اختي تديرهم بجوش اه هنا الطريقة التانية هو انك غتاخدو الحنة الحنة اللي كتكون طبيعية ديال مطحونة على اليد كتاخدو ملعقة كبيرة كما كتشوفوا معي بات الشكل اه من بعد غادي ندوزو المكوين تاني ولكن هنا بغيت نقول لكم بالنسبة اللي ما كتبغيش تدير الحنة ممكن تاخدو يختي ورق اه اه هذا اورق الصدر ممكن تاخدو اورق الصدر مطحون وتستعملين في الوصفة وتستغنيع الحنة الى ما كتعجبكش ملح النار عم زيانة مفيدة بزاف الزغبة وخاك يقولوا كتنشف الشعر ولكن اه هي ما غديش ندروها غير بوحدها الى درنا الحنة ضروري كان ندهنوا الشعر ديالنا ضروري كان اتاني ويعني بزيوت بوصفات يعني باش ما كتنشفش لنا الشعر وهي رزوينة الشعر بزاف زاف هنا بنسبة الى اه بنسبة الاورق الصدر اغدرت تحتويه يعني نفس الكيمية غادديروا الى نفس الكيمية يعني اللي غادد الكيمية اللي غاد شدرها هنة غادديروها كدالك اوراق الصدر مطحون بغيتو تديرو غير اوراق الصدر مطحون غاددرو اوراق الصدر مطحون وشي مشكلة يعني اللي جاكم انتوما اللي اعجبكم деле اللي sympathetic ihr personalizedicing اللي ممكنش المشكلة هنا تنبدو تنضيفو ده كل ما شوية بشوية حنا كنخلطوا مكن ضيفوش في ا окลق古ض كتضيفو شوية بشوية حتى كيوالي عندكم واحد القوام اللي اه ماشي خفيف وماشي اتقيل. عندما غتشوفو معي كيفاش غديوالي الخلط من بعد ما غادي انسالي. انخلطو انسالي. وكتخلطو مزيان الوصفة. كي ما كتشوفو معي بات الشكل. اه صراحة هاد الوصفة يعني كتطول الشعر. كتعالج لك التساقط. اه تتقوي لك الضغبة. ومفيدة بزاف وكذلك يعني راها كتغمق اللون ديال الشعر. كتعطي واحد اللون اللي زوين بزاف. ومع يعني الاستعمال مرة على مرة. والشعر ديالك كياخدك اللون اللي زوين. وما غا تبقيش تستغني على هاد الوصفة. هنا كي ما كتشوفو معي انا كل مرة نضيف شوية دي الماء وكنخلط. حتى غدي انت حصل على ذاك الخالط اللي بغيت. هنا را انتم اللي كتتحكموا في القوام ديالات الخالط. اللي بغيتو شوية تقيل. را انتم اللي كتتتحكموا في يعني تطيفو على حساب القدر اللي بغيتو. كي ما كتشوفو معي. ومن بعد ما غادي نخلط الوصفة مزيان. انا غادي نعود رجع معاكم. نخلط ورجع معاكم. وهنا من بعد ما خلطها مزيان. ورجعت معاكم. غناخدو زيت الزيتون. اللي ما بغاش تدير زيت الزيتون او لما متوفرش ليك. ممكن تعاوضيه باي زيت عندك. زيت جوز لهند او لا. اي زيت كتتتعملي لشعرك. ماشي مشكل. وكتخلطي مزيان الخالط. شوفو كيف شو اللي بات الشكل. اه هذا هو القوام يعني ديال هاد الخلطة يعني بنسبة للشعر. وكتبقي على شعرك مزيان شعرك كامل. ومن طبيعة الحال كل واحدة كتدير على حساب القياس على حساب طول وكتافة ديال الشعر ديالك. لشعرك قوي وطويل. على غدد ضع في الكمية دي المكونات. شعرك قصير. غدد ليه لحساب القياس اللي غادي قدك. اه غدد بقيها الوصفة على الشعر ديالك. ديليه واحد سلوفان او البلاستيك غدائي. وغتخليها واحد المدة ديال ست ساعات على الاقل. يعني ديلا في الصباح وغسلتها العشية. هكا باش تعطيك واحد نتيجة اللي زوينة بزاف. ماشي غادي ديليها وتحييديها لانها وصفة طبيعية كتبغي شوية ديال الوقت. ماشي ماشي وصفة يعني سباغة كتبقيها. كتعطيك الناتيجة. هالي وصفة طبيعية كتبغي شوية ديال الوقت. ديولها في الصباح وغسلوها البنات في العشية. كتعطي نتيجة صراحة زوينة بزاف. ونتمنى انكم تجربوها. وتخليوا ديلا اراء ديالكم في التعليقات. وهنا بالنسبة لهاد الوصفة اراها ممكن تديروها جمرة في الاسبوع. ممكن تديرها غير مرة ودوك الايامات الاخرى بعد ما نشوف شعر ديالك تديري هاد الما قيترشي على شعرك. يعني اللي اللي بغيتون تومها وغير تبعوها ارى النتيجة زوينة بزاف. وانتمنى ان شاء الله ديال الوصفة لديتنا للاعجاب ديالكم في امان الله.